عرّت السيول والفيضانات والواقع الخدمي في العراق وفيما تخلي السلطات المحلية وعشرات القرى المحاذية لإيران تواصل الحكومة الاتحادية تطميناتها للمواطنين تقريرنا يحمل التفاصيل يقف عباس على مقربة من منزله الذي اشتاحته السيول المواطن البصري معبرا عن عمق مأساته بعد أن دمر بيته بفعل الموجة الأعنف والأقوى للفيضانات شنه جوما لاذعا على الإجراءات المتخذة من قبل السلطات المحلية الناس قاعدة هناك جابوا لنا خيام عشرين خيمة اشتك فيه تقريبا سبعين بيت هنا اللي تعرضا للماء والناس ستعبانة فقرة لا شغل قاعدة تنتظر بس رحمة الله على نحو غير مسبوق منذ عقود تجدح السيول والفيضانات عدة مدن عراقية مسببة موجات نزوح بالإضافة إلى أضرار مادية جسيمة وتعري بشكل واضح الواقع الخدمي نطلق تصاريف معتدلة باتجاه عمود نهر دجلة تكاد أن تكون خمسمائة متر مكعب في الثانية وتسعة آلاف وستمائة متر مكعب في نظم الثرثار هذا النظم هو اللي يدرأ خطر الفيضان وينقل مياه الفيضان إلى بحرة الثرثار لخزنة والإسكفادة منها صيفا وفي ظل التطمينات التي تطلق عقب كل اجتماع تكشف الأرقام عن خسائر جسيمة للمحافظات المحاذية مع إيران وفيما أخلت السلطات المحلية هناك عشرات القرى تخوض معركة شريسة مع سيون غاضبة قد تغير جغرافيا تلك المناطق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر